لسير الأشغال في بناء طريق كيفا بومديد يبلغ طول هذا الطريق 108 كيلومترات تتولى تنفيذه شركة الأشغال والصيانة والنقل مرة أخرى يتحدد رافد تنموي آخر يتعلق بمحور طرقي جديد هو طريق كيفا بومديد بطوله البالغ 108 كيلومترات أشغال بناء الطريق وصلت نحو 50% من مجملها ووصل وزير التجهيز والنقل سيد محمد عبدالله ولدعا نقاطا مختلفة من هذا الطريق سواء المكتملة أو التي هي قيد البناء والتهيئة وفي الأثناء عبر سكان بعض القرى والتجمعات السكنية المحاذية للطريق عن أهميته كمكسب تنموي وعامل محفز للحركة الاقتصادية وتقريب الخدمات من سكان منطقة محور كيفا بومديد تعبر هؤلاء كان منطلقا من تذمينهم لهذه الركيزة التنموية التي تأتي في سياق السلسلة الإنجازات الهامة التي حققها رئيس الجمهورية سيد محمد العبدالعزيز وغيرت في مجملها واقع الحياة في المناطق المستهدفة بما أنتجته من عوامل التهيئة لمستقبل أفضل في كثير من مناطق البلاد وزير التجهيز والنقل ذكر خلال اجتماع بمسؤول الشركات المعنية ببناء الطريق باهتمام الدولة بالمشاريع الطرقية مما يحتم على الجهات المنفذة للأشغال وعيا جديا بحجم المسؤوليات وعملا على تنفيذ الاتفاق في الآجال المرسومة ووفقا للالتزامات المحددة